هنروح للسكواش مصطفى عسل نجمنا طلع التصنيف العلامي مبارح وهو تالت العالم تالت العالم بالرغم من إقافه ست أسابيع النهاردة مصطفى عسل بعد عن اللعبة ست أسابيع خص النقاط كتيرة فالنهاردة لما يطلع التصنيف العلامي ومصطفى عسل في الترتيب التالت لا داي باين لك انه هو جامد وجامد قوي الله أكبر عليها طيب هو بيستعد مصطفى عسل بيستهل مشواره وبطولة سنغافورة المفتوحة لسكواش بمواجهة بطل الهند طبعا هو كان بلعب بطولة قبل دي في ماليزيا انت ترامى روح للفرقست هتقعد هناك شوية هتلفلك بطولتين تلاتة لغاية ما ترجع مصر تاني هو لعب الأول بطولة ماليزيا وما توفقش في الفاينال خسر من يعني زميله طبعا ولعبنا السابق القريم عبد الجواد خاد المركز التاني بس جمع نقاط كويسة أو طار هو عشان يلعب في سنغافورة هتبتدي مشواره باللعب مع بطل الهند بالمناسبة هتلاعب بطل الهند ده وفاز عليه في البطولة دي أو في البطولة السابقة برضو كان في بداية مشواره طيب البطولة دي هتتلاعب من أمتى من 14 ل 19 نوفمبر اللي احنا فيه مجموعة جاوزها 110 ألف دولار طيب مين البطل الهند اللي هنلعب معاه؟ هاسمه سراف جسال ده البطل الهند اللي احنا نلعب معاه وطبعا دي لقطات من كريم عبدالجواد مصطفى اللابس أحمر الطويل طبعا انتعارفينه وكريم عبدالجواد اللابس أزرق الأكثر شوية وطبعا دول يعني نجمين كبار كان كريم عبدالجواد يلعب في النادي الآن لغات وقت قريب قبل ما يسيب النادي من حوالي سنتين أو حاجة ويروح ودي دجلة طيب مصطفى في حالة تخطي البطل الهند هيتطلع على دور التمانية هيلعب نجلاندي بول كول وحدس ولا حرج في هذه المباراة للأسف مباراته في دور التمانية صعبة يعني صعبة جدا جدا جدا